الشكر دائما يقابل النعمة والنعمة عطية من رب البرية سبحانه وتعالى هو الذي أنعم على الإنسان بألوان من النعم شتى وأراده في هذا الكون أن يستفيد من هذه النعم الكثيرة وأن يحقق بها وجوده وأن يفتح بها مجالات لحركة الحياة التي يعمل فيها والتي غاياتها إنما هي إيجاد السعادة والطمأنينة والهناء لو أن الإنسان عرف النعمة وعرف مصدر النعمة ونسب النعمة إلى صاحبها لكان جديرا بأن يشكر ولهذا مولانا سبحانه وتعالى ذكرنا بأن مصدر النعمة منه حين قال وما بكم من نعمة فمن الله